موسيقى على الجينا وحد الجينا وارضنا ومشاكلينا على الجينا وحد الجينا وحد الجينا العرن صوف اللي بغينا موسيقى 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 وللإقصاء رافضون وبالإحصاء مطالبون وبالإنصف مطالبون وساميدون وبالإنصف مطالبون ولجينا واحد الجينا ولجينا واحد الجينا لإنصف اللي بغينا السلام عليكم شكراً لزميل ياسين برمدان وشكراً للموقع جرسيف زوم الذي دائماً متواجد مع الطبقات الكادحة والطبقات المقهورة واليوم كانت واجدوا في وقف احتجاجه أمام قيادة جماعة ساكا بإقليم جرسيف للمطالبة بإعادة الإحصاء الأخير أولاً ثانياً هذين الناس هذين كانوا دان احتجاج كلهم محرومين وكي طالبوا بحقوقهم وتسوية وضعيتهم وإعادة تسجيلهم في اللوائح التي حرموا من تسجيلهم فيها كما تعرفوها تساكا كما قالوا واحد الراجل الكبير بقي حي قال لك ساكا بقي كما خلال سيدنا آدم مجالس منتخبة متعاقبة وما كانوا نعرفوش هذ النواب السلاليين موكلة لهم هذ المهمة هذي أمانة في عنقهم ولكن ما كيدلوش خدمة ديالهم كنشوفوا كيجي وصحاب الشكارة من خارج إقليم جرسيف كيستولي على قطعة أرضية تأسيد والناس بزاف لنا اللي باقين ساكنين ولكن محرومين من الحقوق ديالهم نحنا كان طالبوا يعني تفعيل الميتاق متع الأراضي السلالية كل مواطن هنا يود البلاد عندهم الحق في خمسة لقطارات كيف يؤقل الشابب تأساكا أنت أساكا ما بقاش فيها الشابب كل شيء مشى البحر كل شيء ترمى البحر لأن هذا الحيف والحقرة ما أعطاهم مثلا وفروا لهم خمسة لقطارات والأراضي والدعم من السلطات المعنية ومديري الإقليمية الفلاحة سوف ينمي البلاد دياله ومنطقة ساكا ويكون الاقتصاد ويكون الروج اقتصادي حنا كنشوفه ده كي يجو صحاب شكار ما عفلاش كيفاش كيديرو يعني الطرق ملتوية وتحسط طابلة وها بسرية تامة كيدفعوا الفلوس كيشدو شهدو شهادس من دوي الحقوق هو بعيد على إقليم قرسيف وكيجو من كيجو كيجو كعطو مئة الهكتارات وكيجو غرابة يعني ما كينش تثمار هنا يرا كين استحمار العقلية انتع ساكا الناس خاصة تهدر على العقا الناس ساكتا كما قلنا هذا مستثمار كيستوري على آراضي كيدل وحتق بمائي كيدفع الدعم المديريات الفلاحة كتعطاه الدعم تتوستين ألف درهم يمكن للأكتار كيبات ما يصبح كيخلي قضية هكا مرونة الفرشة المائية كيفرحها كيفرع الفلاح يعني هذي حقرة كبيرة صغير مدوي الحقوق اه مدوي الحقوق خلاص كما قالوا حسيد قبيلا قلنا حاربت استعمار هنا وميمش يشوف هذي القيادة هذي هذي القيادة هذي ملقاش رسم قيد في الواقع باش يستفد وكما سمعنا وتصلوا بنا مدوي الحقوق في هذي ساكا هذي قلنا شي موضف أنا كان داجا موضف وخرج تقاعد وباقي خدام هذي القيادة هذي هو المسؤولة سيدي قلنا هذي الميلفات يعني كيين هناكين تماطل وتسويف وشكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا هذا العبد الضاعف اللي كي هذر معاكم وهو القشاوي عقوب كان هذر على الأرمالات وكان هذر على الفقارة وكان هذر على المحتاجين للناس اللي محتاجين ما عندهم والأرض كي يجي متنين من خريب جام ضر البيضاء كيتطرم على البلاد على الناس الفقارة مساكين ضعاف ما عندهمش وكي يديوها بالفلوس كي يديوها بالفلوس نعم علاش ما يعطيوهاش لدك ندوك الناس ضعافة أنا بصيفتي ما عنديش ودفعنا للورق وعودنا دفعنا للورق كي يقولك على البلاد السولالية دفعنا لكارت دينا ودفعنا لكل شيء للورق دينا كي يقولوا لك غادي نتجو من البلاد السولالية دابا هذي أربع سنين ولا خمس سنين ووالو ما كان شوفو والو منها ما كان شوفو والو والله ينصر المالك والله ينصر المالك دينا اللي كانوا هذي الناس والله كيهمشوا هذي الشعب بهذه الواتيرة لم المعطلين لم الفلاحين لم الأبناء الشعب لم الطبقة الفقيرة لم الطبقة المقهورة اللي يجينا نهضروه لنقى واحد المسؤول اللي جابوه من كازا والله من راشدية والله من خنيفرة اللي ما هو ما عارفش لنقى واحد الراجل اللي كي تواجد معنا اللي في العمر دياله تمانين سنة يقدر يكون مسقط الرأس دياله واو نعام بهذه المدينة والأباء والأجداد دياله هنا وللاجئنا نهضروه ونقوله واحد المتال اللي هو متال يعلمه كل العرب وليس المغرب فقط قالك أهل مكا أدرا بشيعة بها ما غديش جي واحد المسؤول من كازا وغي يعرف توراب ديال هاد الأرض شكل اللي كان المسقط ديال الرأس هادور هم أبناء هاد الوطن الجاريح أبناء هاد الأرض أحفاد عبد الكريم الخطابي الذي استرخص دماؤه من أجل استنشاق الحرية اللي في التالي كان لقوا عبد الكريم الخطابي اللي ما استافتش من هاد الأرض حتى بوقعه يتدفن فيها اللي ما تدفنش في المغرب وتدفن خارج المغرب بالديار المصرية لماذا؟ هل هكذا يكرمونا الوطن؟ من داخل هاد الوطن الجاريح؟ هل هكذا يتعامل الوطن مع الشعب المغربي المقهور؟ إلي كان المغرب الجديد؟ والمغرب المقبل على مجموعة من تطورات فهذا رماشي تطور هدا تخريب فحق الطبقة الفقيرة والطبقة المعويزة إلي كانوا هاد الأراضي شاسعة وكذا غنشوفوا دوي الحقوق هما الولا ودوي الاحتياجات الخاصة ونشوفوا المعطالين هاد غد اندوزوا هاد هاد الأراضي الشاسعة هاد ندوزها الرأسنا إلي كنتوا كتقولوا هاد الناس المعطالين وهاد الناس ديال هاد المكان ما عندهم هاد الفلوس باش يستثمروا أرى منيغا نجو المغطط الأخضر أرى كيددعي بأن كل فلاح يمكن يستفد باش يجي هاز الأراضي ديالو وإلي بغيتوا تحاربوا البطالة وتحاربوا الهجرة السيرية وكذا اللي يلا هاد أسبوع ولا اللي كتلقوا البحار كيلوح في الجوتات ديال الشباب مقتبل العمر اللي كتلقى شباب مقتبل العمر كيلوحهم البحار وكتلقوا موعة الطالين اللي قرعوا ما عندهم رصنا على والو وكيتهم نشوف هاد الوطن الجريح فما معناهم الإعراب اين هو البديل اين التغيير اللي كنت قد تخذ بها المخططات لهذا أعلنوا تضامن المبدأي واللمشروط مع الفلاحة الموجودين من داخل هاد التراب الوطني كافة لا من داخل جامعة ساكا ولا من داخل جامعة المريجة ولا من داخل جامعة حوارة ولا درحو ولا من داخل جامعة والجمل وأودينوا هاد الفئة الشانية من المسؤولين الذين ينهجون السياسات الأذان الصماء اللي ما كيجاوبوش هاد الناس إلا بالأذان الصماء اللي احنا كنهضروا قدام إدارة اللي مخرجناش تشي مسؤول ومعطوناش وقت إلا كنلقوا الجندارم وكنلقوا المخبيرين والمصورين من داخل هاد الشكل النيضالي اللي هو الشكل السلمي وتحية نيضاليا لكافة الأفواه الحرة وشكر الجزير للصحافة الحرة وتحية قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية